أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على صعود جماعي لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب وسجل رأس المال السوقي مستوى 720.8 مليار جنيه وسط تدولات بلغت نحو 4.4 مليار جنيه على صعود المؤشرات سعد مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.3 مائة في المائة ليغلق عند مستوى 11.487 نقطة فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 35 مائة في المائة ليغلق عند مستوى 1960 نقطة تم ارتفع مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 43 من مائة في المائة ليغلق عند مستوى 2954 نقطة